السلام عليكم ورحمة الله. انا بكم خوتي معنا في هذا الفيديو جديد. وهذا الفيديو سنتحدث عن مقابلة جنوب افريقيا والمغرب لانها تقام في جنوب افريقيا. والمنتخب الوطني المغربي في حال فوزه بالنقطة الواحدة. سيترشح الى كأس افريقيا الفين واربعة وعشرين. المقام في الاراضي الايفوارية. وشنا المقابلة دي الفين وسبعة ترشح في الكوديفور. وكلنا اخصنا باش نتعادل اولا فوزه نترشح المنديل الروسيا. الجماهير التي تلعت الاراضي الايفوارية. وكذلك الجماهير ممكن تمشي الاراضي الايفوارية من ان ترشحوا كأس افريقيا وان تكون حملة الجمهور المغربية. حتى نفوزه بكلاكو بتاع الافريق للمرة الثانية بعد غياب لعكون 48 سنة. وان شاء الله نفوزه بهذا كأس افريقيا مع المدرب المقتادر وليد. فهذا المقابلة جنوب افريقيا مقابلة كبيرة. سنفوزه بالنقطة الواحدة باش نترشحه. مقابلة احتضنها دولة جنوب افريقيا. كنا نعرف العلاقة المتساوطة بين المغرب جنوب افريقيا ماشي موضوعنا هذا. ولكن نكون في ارضية الملعب كبيرة. وملاعب عندهم في حال اوروبا. اذا ندخل بها تشكيلة خطيرة في حرص المرمى ياسين بونو. هنا كأقالب دفاع غانم سايس. هذو لاعب كانوا مؤثرين جدا في المنضية القطري. ولاعب بخبرة كبيرة طبيعة الحال صراحة. وياسين بونو تكوين مغربي اما غالم سايس. تكوين ديال فرنسي علينا منوعة صراحة. ولا بشينا النايف اقلت عن جبره تكوين مغربي بستاء وعشرين سنة لاعب وسط هام الانجليزي. اللاعب لسرعة كبيرة صراحة. صراحة. افكرنا في الجريا مع محمد صارح لاعب الليبر بول. طبيعة الحال لاعب كبير في اكريد. السرعة المتناهية عنده ستاء وعشرين سنة وتلعب في البطولة الانجليزية وتكوين مغربي اراه مزيان. اشرف حاكمين تكوين اسبانيا. هناك تنوى عنا في اللاعبين. احنا لاعب باريسان جيرمال الفرنسي. اللاعب مع نجوم العالم. ويلاعب ضد نجوم العالم. اذا منك تشوف اللاعب يخرج من ريالة مادريد. كتحسب انه لاعب كبير صراحة. اشرف حاكمي لاعب كبير جدا. اللاعب اللاعب في الريال مادريد. انتر ميلانو. والدورتموند الارماني. والآن باريسان جيرمال الفرنسي. الآن كنا نمشون ناحية اعطيت الله سبعة وعشرين سنة لاعب اللويداد البيضاء لهم تكوين مغربي. طبيعة حالنا نجوم منوحنا يا الحمد لله. الجماعة الخاليط كانت تقوى منتخب قاوي جدا. في حال الشناف المون ديال قطر. اللاعب من نصف كمشي من وسط الميدان. وكان جبره سوفيان ام رابط لعب في الارنطين الايطالي. متكوين هولندي. اللاعب كبير جدا. صراحة سوفيان ام رابط لعب. اللاعب كبير صراحة. تكون هناك عبدالحاميض الصابير.ちم مالغبة ان الولايض صاعد له جدا. هذا ليس بعود تشجيل هدف امام التوضيج ، برجيجا كان كان أداء كبير من الصعب بعد الدخول في المقابلة و حره أخرى للمنزخة نحن نعز الدين ونحن 22 سنة لعب أنجيل فرنسي تكون مغربي وهي تتخاطف على الفرق الأوروبية العالمية نابولي الإيطالي وإنتر ميلانو الإيطالي كثير من الفرق تتخاطف عليه وفين عمي بشي باقي حادة الآن ما عرفنا نحن باقي وصلنا 24 يناير وباقي حاليا اللاعب هو أنجيل فرنسي ومعددة بشكل كثير أنها تؤود القسم الثاني هناك حاكم زيام تكون هولندي في حاله في الأمراض لاعب كبير ردان صراحة الحاكم زيام تلسي والصعب عامستردام و الآن ممكن يمشي الروم الإيطالي ممكن شكل كبير أنه يمشي الروم الإيطالي الآن حاليا 24 يناير قلنا لكم وباقي هو اللاعب تلسي الإنجليزي حاكم زيام تلسي باقي حاليا 24 سنة و 5 سنة و سكورة الغادر كنتم نتمنى أنه يساري في أوروبا هناك سوفيان بوفا المتكوين فرنسي في حاله في حال السايس سوفيان بوفا المعجل فرنسي 29 سنة كنتم نتمنى أنه ممكن أن يتقل شي فارق في هذا الشارع لأنه يحسن يهود القسم الثاني بشكل كثير أنه لما يتقلوا فرد الأسبوع و هناك فرقة معتها في نهاية الموسوليون القسم الثاني لا نتمنى أن المغاربة يهود معها القسم الثاني صراحة هناك رأس حربة يوصف أنه يصيري 25 سنة لعب إيطالي لعب كبير جدا أهدف أمام المنتخب الإسباني وأمام برتوغل وأمام كندا أمام إسباني كان في مونديل 2018 وجوش أهدف هذا المونديل كبير جدا كانت على دنسي قدس كبيرة من الجمهور المغربي ولكن رد عليهم في المونديل القاطر يبان بواحد مستوى كبير صراحة إنها تتشغير مونة في بكل عقد